أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حزم بدوي القائمة المبدئية لأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 وضمت القائمة كل من المرشح عبدالفتاح أسيسي الذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إلى جانب مليون ومئة وثلاثين ألف ومئة وخمسة نماذج تأييد من المواطنين وذلك بمختلف المحافظات وأيضا المرشح فريد زهران الذي قدم 30 تزكية نيابة والمرشح عبدالسند يماما الذي قدم 27 تزكية نيابية والمرشح حزم عمر الذي قدم 46 تزكية نيابية بالإضافة إلى 68 ألف وواحد وسبعين نموذج تأييد ترجمة نانسي قنقر